نفت وزارة الصحة صحة الانباء التي انتشرت مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تفيد بانتشار فيروس انفلونزا الخنازير في مستشفى الجهراء مطالبة الجميع بضرورة تحر الدقة في نقل الاخبار واخذ الاخبار المؤكدة من مصادرها الموثوقة اكدت وزارة الصحة عدم وجود اي حالة مصابة بانفلونزا الخنازير في مستشفى الجهراء نافية الاخبار التي تم تداولها مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي مطالبة الجميع بضرورة تحرية الدقة واخذوا الاخبار من مصادرها لا سيما مع مثل هذه الاخبار الحساسة وقالت الوزارة انه لم يتم تسجيل اي حالة ايجابية في مختبر الفيروسات حتى هذا اليوم واضافت انها تحتفظ بحقها بمغاضات من يقوم بنشر هذه الشائعات من غير دليل مما يتسبب بنشر الهلع بين الناس من جهة اخرى اعلنت وزارة الصحة انها ستوقع قد ان عقد انشاء مستشفى الاميرية الجديد وذلك مع الشركة الفائزة بالمناقصة وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة فيصل الدوسري ان توقيع العقد يأتي ضمن مشروعات وبرامج التطوير المستمرة الخدمة الصحية والتي يتم تنفيذها ومتابعتها وفقا لبرنامج عمل وزارة الصحة والخطة الانمائية للدولة واضافت دوسري ان تلك المشروعات والبرامج من شأنها تغطية القطاعات والمجالات الوقائية والعلاجية والتأهلية والتدريب والتعليم الطبية المستمر وذكر ان البرنامج يهدف ايضا الى تحقيق مزيد من الانجازات والنغلة النوعية بالخدمات الصحية ومواكبة احدث التغنيات والمواصفات والمعايير العالمية بالمباني والتجهيزات والاداء الادارة